أهلا بيكم، أنا مش شخصية حقيقية وتم عملي بالكامل بالذكاء الاصطناعي عن طريق أول وكيل ذكاء اصطناعي متخصص في عمل الصور والفيديوهات بمنتهى السهولة ممكن يصمم لك مشاهد فيديو طويلة أو تصص أو تصمم صور كل المقلوب منك هو الفكرتك وهو يعمل لك الباقي نعتبر ومساعد شخصي ليك في تصمين الصور والفيديو أداة اليوم اللي هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو تعتبر أول وكيل ذكاء اصطناعي متخصص في عمل الفيديوهات والصور تقدر عن طريقها تعمل فيديوهات لأشخاص بتتكلم زي فيديوهات جوجل فيو سري وتقدر تعمل بيها تصميم كاملة كل ما عليك أن انت تقول الفكرة اللي انت عايزها وهو حينفز لك اللي انت عايزه أول شيء هتعمل حساب مجاني على الموقع والموقع مستو إنه هو في الخطة المجانية بيديك حوالي 500 كريدت في الشهر و300 كريدت يوميا فبالتالي المجموع 800 كريدت عندهم كمان ميزة لطيفة جدا حاجة اسمها referral link وهي لينك خاصة بيك ممكن تعمل لها copy من هنا اللينك دي لو اديتها لصحابك واشتركوا في الموقع عن طريقها انت هتاخد 100 كريدت زيادة وهما هياخدوا 100 كريدت زيادة فدي طريقة لطيفة جدا علشان تقدر تزود بيها الكريدت المجانية انت تقدر من الصفحة الرقصية تكتب انت عايز تعمل ايه ولكن فيه طريقة افضل ان انت تدوس هنا على علامة البلاس دي وتقول له new project هيفتح لك الصفحة دي لكن عايز اقولكو على حاجة مهمة جدا بتتميز بيها اداة لو دوست على الزرار ده ستلاقي ان هو يقدر يعمل صور بموديل شات جي بي تي او فلاكس او فلاكس كونتكست او فلاكس برو ممكن بالفيديو كمان يعمل فيديوهات عن طريق لينج هيلو او جوجل جيميناي فيو سري وكمان يقدر يعمل موديلات سري دي فاحنا هنسيبه على وضع auto او الاوتوماتيكي هو يختار بقى براحته هنا انت بتكتب له انت عايز تعمل ايه بالزبط نفترض ان احنا عايزين نعمل فيديو فانا كتبت له الامر ده اصنع فيديو مقاس عريض 16-9 لرجل مصري عجوز يتكلم باللغة العربية العمية المصرية ويقول وده كل الكلام اللي بيقوله وطبعا انا تعمد اكتب كلام كتير علشان اعرف هو بيقدر يولد فيديوهات طويلة ولا لا هضغط هنا علشان نشوف الابداع في البداية كتاب لي ان هو بيفكر ومسته ان كل خطوة بيعملها هو بيقول لي هو بيعمليه بالزبط يعني هو ابتدى مثلا في الاول ان هو هيعمل الصوت خلص الصوت والصوت جاهز وممكن ان انا اشوفه او اعمله ده واللود لوحده بعد كده قال لي هبتدي ان انا اعمل الفيديو وعلشان اعرف اعمل الفيديو لازم الاول اعمل الصور هيبتدي اعمل الصور بموديل فلاكس اداني بعض الاختيارات للصور عن طريق موديل فلاكس هيديني اختيارات تاني عن طريق موديل شاتج بتي او صورة هو هنا بيقول لي انا عملتلك اربع صور بموديلات مختلفة عايزك تختار صورة منهم أنا مثلاً هختار صوت الراجل ده أختارها من هنا ابتدى أنه هو يختار موديل هيدرة علشان يعمل بيه فيديوهات علشان كده أنا سيبته على الوضع الاوتوماتيكي أنا غرضي في النهاية أنه أنا أعمل فيديو بصوت فهو بيختار الموديلات المناسبة على حسب سيناريو القصة أو الفيديو اللي أنا طلبته منه وآخر خطوة عملي نسختين من الفيديو نسخة بدون ترجمة ونسخة مترجمة تعالوا نتفرج كده أهلاً بيكم أنا مش شخصية حقيقة وتم عملي بالكامل بالذكاء الاصطناعي عن طريق أول وكيل ذكاء اطناعي متخصص في عمل الصور والفيديوهات بمنتهى السهولة ممكن عن طريقك تعمل مشاهد فيديو طويلة أو كصص أو تسمن صور كل اللي أنت محتاجة نتيجة هاي لا يا جماعة لو خدتوا بالكو إن الفيديو حوالي 28 ثانية ولازالت معايا كريديتس متبقية ممكن أقدر أن أنا أستخدمها الميزة كمان أن أنا كل حاجة عملتها هنا أقدر أن أنا أسترجاعها تاني يعني مثلاً الصورة دي لو عايز أن أنا أحفظها لوحدها بلغت بزر بماوس اليمين وضغط على دون لود الفيديو اللي بالترجمة نفس الكلام بلغت على زرارة دون لود هنا حاجة في منتهى الجمال والإبداع كمان تقدر تعدل على الفيديو بتاعك في أي وقت يعني مثلاً أنا مش عجبني الصوت فكتبت له ممكن تغيير الصوت لصوت رجل عجوز عميق ومقاس الفيديو يكون عريض بعله كده نشوف حيعمل إيه فبالفعل عملي نسخة تانية من الفيديو والصوت فيها مختلف ومعنى مش شخصية حقيقية وتم عملي بالكامل بالذكاء الاصطناعي ودي ميزة جبارة جداً في أداة Love Art أن أنت تقدر تعدل على الشغل بتاعك سواء كان فيديوهات أو صور أو تصاميم بدل ما تبدأ شغل من الأول وجديد عايز أقول لك كمان أنك تقدر تخليه يصمم لك موسيقى مع الفيديو أو موسيقى لوحدها زي ما تحب ممكن تعمل بيه فيديوهات غنائية أو فيديو كليب يعني اسمع كده المثال ده روعة نتيجة مفيش أحسن من كده وطبعاً كل الشغل السابق اللي أنت عملته بيكون موجود في كل بروجيكت كما هو واضح طيب هل Love Art أقدر أستخدمه بس في عمل الفيديوهات لأ طبعاً هو بيبرع جداً في مجال التصميم يعني لو ضغطنا هنا على New Project ثم بقف على علامة البلس وأقول له Image هنا ممكن تكتب الأمر بتاعك ممكن تختار ما بين موديلين شات جي بي تي أو صورة أو Flux طبعاً موديل شات جي بي تي Image هيكلفة كريلتس أعلى ممكن نختار Flux فارق طبعاً واضح هاختار المقاس 16-9 ولو ضغطت هنا ممكن تختار من العديد من الستايلات الجاهزة هاختار مثلاً ستايل زي ده ونشوف النتيجة طبعاً دول الصورتين حاجة ممتازة جداً لو دوست على أي صورة منهم ممكن طبعاً تعملها دولوب من هنا أو تعملها Remix أو تعمل منها فيديو لو دوست على Video Generator أو تعملها Crop أو لو مثلاً عايز تشيل عنصر من الصورة أو لو مثلاً عايز تحزف الخلفية تدوس هنا عمل ده بمنتغة الاحترافية كمان انت ممكن تتعامل مع الصور زي ما انت بتشتغل في الفوتوشوب يعني ممكن تسحب اللير ده وتحطه مثلاً هنا ولو اخترت الصورتين مع بعض كده وبعدين قلت له Export هيحفظ لك الصورتين كأنهم صورة واحدة زي ما انت بتعمل في الفوتوشوب بالزبط لو عايز تعمل Expand للصورة أو تكبر كدر الصورة ممكن تدوس على الزرار ده تعالوا نشوف كده هيطلع ايه عمل ده طبعاً بمنتغة الاحترافية باستثناء طبعاً الصورة دي ممكن كمان لو احنا عملنا نسخة تانية من الصورة دي وأضفنا صورة اي شخص اخر يعني انا هنا مثلاً استخدمت صورة الفنان عادل امام تعالوا نشوف هيطلع ايه طبعاً نتيجة ممتازة جداً ودي نسخة تانية من نفس الصورة رائعة تعالوا نجرب نعمل مثال لدمج صورتين مع بعض لو انا عندي صورة زي دي لو اخدتها Copy وبعدين لصق هنا أو Paste هتنزل عندي هنا ممكن اصغرها بهذا الشكل لو علمت على الصورتين ودوست بزر الماوس اليمين وقلت له قدت شات فالصورتين نزلوا عندي في الشات وكتبت له اريد الرجل في الصورة الاولى ان يواجه الكاميرا ويمسك زجاجة العطر في الصورة التانية مقاس عريض تعالوا نشوف النتيجة ودي طبعا النتيجة نتيجة ممتازة الفكرة انه هو حل للصورتين واختار موديل مناسب اللي يقدر يستخدمه فالحالة دي كان Flux Context علشان يطلع لي الصورة الرائعة اللي احنا شايفينها دي نفترض اننا الصورة دي عايز اعمل منها فيديو اعلاني فكتبت له اريد عمل فيديو اعلاني 12 ثانية من هذه الصورة الرجل يبدأ بدون زجاجة العطر ثم تظهر الزجاجة في الكادر وهو يمسكها بيده ويقول باللهجة المصرية العمية برفان بسيطة طيوب انت عايش بلا حدود اللي عجبني فيه انه هو بيفكر يعني هو بدأ الاول بانه عمل الصورة للشخصية بدون زجاجة البرفان زي ما انا طلبت وبعد كده عمل الصوت وبعد كده عمل الموسيقى واخر حاجة خالص حيركب كل المجاهد دي على بعضها علشان يعمل لي الفيديو ال 12 ثانية اللي انا طلبته وطبعا اختار موديل من عنده اللي هو كلينج فيديو علشان يدمج كل الكلام ده مع بعض طبعا انا طلبت تعدلات كتير لحد ما قدرت اوصل للنسخة النهائية يعني دي مثلا كتأول نسخة كانت مشكلتها انها مفهاش صوت فبالتالي طريت ان انا اطلب منه تعدلات تانية ولكنها كفيديو جودتها عالية جدا وده النسخة الاخيرة اللي عملها لي بالكلام والموسيقى طبعا لاف ارت بالنسبالي هو يعتبر قفزة في مجال التصميم وعمل الصور والفيديوهات بالزكاة الاصطناعية عامة لان هو بيقدر ان هو يفكر ويميز انت عايز ايه بالزبط وبالتالي يطلع لك نتيجة مناسبة لك ده غير طبعا سهولة استخدامه النسخة طبعا المدفوعة بتديك مميزات اكتر وحدود استخدام اكتر لكن كل اللي احنا عملناه النهاردة كان في حدود النسخة المجانية ولو انت عايز تعرف ازاي انا غيرت الصوت في المثال اللي في اول الفيديو اللي الصوت يشبه الفنان عادل امام تقدر تراجع الفيديو المقترح الزهر قدامك على الشاشة لنسخ وتغيير الاصوات بالزكاء الاصطناعي واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله